الرجيم الصلاة الرحمن الرحمن الرحيم اللهم تعالى بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا يا الله اللهم اجعل هذا المجلس خارفاً في وجه كريم يا رب وصلنا الى الوليد اللي هو صفحة كم صفحة 28 على الطبع القديم طيب قال المطنف رحمه الله ونفعنا بعلمي أجمعين وينعقد مكافر المرحة الحرة البالغة العاقلة برضاها وإن لم يعقد عليها ولي عند أبي حنيفة بكراً كانت أو سيدة هنا مسألة نفهمها سريعاً ورنبنا شيخنا هل عبارة المرأة تصلح للنكاح أو لا تصلح هنا المثال هل عبارة المرأة تصلح لأخذ النكاح سواء كانت لنفسها أو لغيرها لنفسها أن تعقب لنفسها لغير أن تعقب لإبنتها لأختها يقولون هذا عند أبي حنيفة وغيرهم نلفتها قالوا لا تصلح العبارة عبارة طبعاً يعني عقبها هل تصلح الآخرون قالوا عبارة المرأة لا تصلح لعقد النكاح القياس يشهد لأبي حنيفة القياس يشهد لأبي حنيفة ما هو القياس؟ أن النكاح عقد كسائر العقود ترى هذه المسألة افهموها وغيرها من المسال حتى تروا كيف نجح المذهب الحنيفة؟ كيف نجح فقه أبي حنيفة في أن يكون هو الإسلام العملي؟ كيف منطقه نظريته بالتعامل مع التصرفات؟ كل فكرة من هذه الأبكار بني عليها ما لا يحصى من المسائح قال يا عمي عقد المرأة كسائر العقود ألا تعقد للإجارة؟ ألا تعقد لغيرها؟ بلى هل يوجد ما يدل على حجرها إلغاء عبارتها في النكاح؟ لا لماذا لم نعمل ذاتها؟ انضرها بالتعامل طالب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نطفل كلامنا ما شاهدنا ما عارفيت يا أهلين رمتم المنطلقة إن شاء الله ما شاهدنا طلوا على رسول الله نرجع للكبرة أصبحنا بي أقول لماذا نحجر؟ لماذا نمنع المرأة من أن تعقض الرقم؟ الحجر منع يعني عارفنا كيف منع؟ كيف نقول الصغير محذور كلامه وعدم كلامه كما؟ يصبح لو تتلمت كلامها له هنا يعني هذا أصل في التفكير عند أبي حنفة الحجر على الإنسان إحاق له بالبهاء فمنع رجاءة أب حنفة لم يحجر على السفيد هكذا يعني مطبقا يأتينا يعني تفصيل ما حجر على المبيون لأن الفترة في هذه الأبواب ليست على قول أبي حنفة نعم بس نحن نفكر لماذا؟ هو منع بقول يعني الإنسان يعني ميزته هو بنطقه تميز الإنسان يحظر أن حيوان ماطق حيوان يعني ما فيه حيوان يعني ها؟ هذا عندنا ناطق فتعرف الإنسان حيوان ناطق فإذا ألغينا النطق له ألحقناه بالبهاء ما يتعلق بهذا يمنع السلامة ما يتعلق بهذا يمنع منه ويشدد كبيره فعندما جئنا للمرأة جئنا للمرأة رفض فكرة أن المرأة عبارتها لاغية النساء وقال حال عبارتها كحال عبارة غيرها همناها؟ فهي تعقب عنده سواء لنفسها أو لغيرها فالحديث حديث أي ممرأة نتحة لغيرها من أيها فنكاحها فنكاحها باطل هذا الحديث يعني فيه نقاش كثير في قبوله أول شيء راو الحديث خالفه راو الحديث عائشة راو الحديث وعملت لخلافه زوجة جلد أخلها صحيح؟ هذا واحد الحديث يحتمل التأويل باطل هنا محمولة على محمولة انهم على الوقاقة يعني حملوها يعني من جهة العرف من جهة يعني الأخلاق يعني الفتاة يربيها والدها فغير مقبول أن تقوم بهذا التطرف وتخرج عن طوع حموا عن هذا فحملوا هذا الحديث على ايه؟ على الوقاقة ويوجد آيات وأحديث أخرى كثيرة جداً سريحة التايب أحقه بنفسها مثلاً كلها تنص على أن المرأة يجيز لها أن تزوج نفسها فالمسألة فيها استفادة هنا ما تقول عندك بالله هو مش أدلة عديدة ولو رجعت من الاختيار تجيز أدلة كثيرة جداً الشاهد في الموضوع أنه في أدلة هذا الحديث لنقل أنه يشهد لعدم صحة نكاح المرأة يوجد ظاهر آيات وظاهر الحديث أخرى تشهد بصحة فإذا تعارض النطور رجعنا إلى القياس القياس ماذا يقول؟ العقد النكاح ستسائر العقود فلماذا تنمع المرأة منها؟ فهمنا الفترة ما هي؟ الآن إجمالاً العمل على قول أبي حنيفة يعني عموماً رسل تطبيق هذا الموضوع من جهة القياس هذا من جهة القياس من جهة التطبيق الآن ممكن نجد فساد في المجتمع فساد في المجتمع نتيجة سماعك الامتين ثلاثة كذا كذا وهذا يلفف بها وبأسرتها ومجتمعها ضرراً ورأينا من جهة الاستقرار وجدنا أن هذا غير نافع للمجتمع يمكن لنا أن نقيمه نحن مشيخنا يعني هذه اللقطة في التفكير أنا أحب أن تعلق بأذهانكم تماماً عنه ابتداء أي حكم فقه نريد أن نعمل به لابد أن يكون صادر من المجتمع هذا في المدخل نقشناه كثيراً إذا تتلم شخص غير مشتهد مطلق كلامه كالعدم لا قيمة له يبقى أن أتتلم في الطب يبقى أن أتتلم في الهندسة توقف كلامه لا تتسلد صح؟ ابتدائك كلامه كلامه غير المشتهد كما يتعلق بالاستبار كالعدم فأول نقطة نحطب عليه كلام المشتهد عندما يتكلم هو فهم واشتهاد منه وبالتالي ليس قرآناً أن نعمل به العمل به يحتاج إلى مرحلة ثانية أن نتثبت أن ما يقوله هذا المشتهد المطلق صالح للواقع اللي هي نرجع على رسل مين؟ فعنده مرحلتين في البداية لو واحد قل في الطلاق الثلاث يقع مثلاً ندور فيه مجتهد مطلق محترم قال ماتي إذاً في حكم شرعي هكذا؟ ماتيش خلاص ابتغى ماتي حكم إذاً ما كان صدر مجتهد مطلق ماتي فاهمين مشايخنا؟ هذا أمر عيب عيب ما حدا يعرفه عيب حتى في الابتدائي ما يكون أبناءنا راسخ ليس في الكليات والجامعات وعند أسات الجامعات فلان أبتغى هل فلان الذي أبتغى أبتغى استنباطاً أم تخريجاً؟ كيف دمسويل؟ شغل سهل يعني استنباط مجتهد مطلق أبو حنيب دمسويل قداش حرف وشدد المرأة ما حجر عليها السفيه ما حجر عليه صح؟ السفيه ما حجر عليه الصغير ما حجر عليه بس عندما جاء عند المكت الماجن قال يحجر عليك والطبيب الجهر قال يحجر عليك ويمنعه لأن الأمر خطير جداً وبالتالي هل ما قاله استنباط اللعفة الأصلاة مثلاً مثلاً واحد يقوله بالعفة الأصلاة هل هذا ثابت مذهب تطهير؟ إذا مش تطهير تهمينها؟ أي تصرف من تصرفاته من نعملها هذه؟ صادر المجتهد مطلق؟ قبل ما صادر لا نقبل أصلاً هذا ليس ديناً هذا الذي يتكلم هل هو سلامه استنباطاً؟ لابد أن يكون مجتهداً من الله هل هو تخريجاً؟ هل هو تخريج؟ ما معنى تخريج؟ بناه على إيش؟ بناه على إيش؟ على قواعد مجتهد مطلق؟ ليس قواعد فقية اللي هي بالمعنى الأقل قواعد الجدئية نسميها هل بناه على قواعد مجتهد مطلق؟ يعني خرجه من قواعد مجتهد مطلق؟ فإن كان من أهل المذهب ومن أهل التخريج قبل ما انتبهنا؟ إذا استنباط لابد أن يكون مجتهد مطلق إذا كان تخريجاً يكون مختص المثال أما واحد تكتيل عمل فيها عالم في كل المذاهب أو مخلص دكتوراه هذا يعني يعني لو كان في دول محترمة وكذا يعني يعزر حتى أمام الناس كيف ينطط عن الشريعة؟ وكيف تكلم؟ لا يقبل إن كان تخريج لابد أن يكون عالماً متفسصاً مشهوراً في مذهب حتى يقرد وإن كان استنباطاً لابد أن يكون طيب بعد الاستنباط والتخريج في عنده مرحلة ثانية اللي هي مرحلة التطبيق الآن هذا خرج بس تخريج لو أتينا نطبع الواقع يسبب لنا مشاكل ولو كان القول لأبي حميثة ولو كان القول لأبي حميثة فهذا ما يسبب مشاته في الواقع نتركه ونذهب لقول مشتهد آخر إن كان في المذهب فبها وإن كان في غيره فبها وكذا كالتخريج يعني التخريج قوي الاستنباط هاي مرحلة تنظير نسميها لابد بعد حصولها نرى الموافق والمطابقة الواقع فالآن من جهة الاستنباط ما عندنا مش الأبو حنيثة إمام الدنيا قال بصحة عبارة النساء صار عندنا قول فقه معتبر فصحة عبارة النساء لعقد النكاة ففي الواقع بنفع نقول للنساء اعقدنا بدنا نعمل دراسة بدنا يكون عندنا خبرة بدنا يكون عندنا معرفة الواقع ممكن في زمن نحكي او زمن لا في المجتمع نقول نعم في المجتمع نقول ايش لا فمثلا مثلا صدر بصحة عبارة النساء فهمنا 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 الفكرة لكن يهمني كيف نتعامل مع كيف هذا مهم مهم كل الناس بقرأ القدوري ما تفكروا يمكن الآن حتى نقرأ القدوري أقاش مليون واحد على وجه الأرض الآن بقرأ القدوري بس هل عندنا قدر أن نتعامل معه صحيح فهمنا الفكرة فالآن مثلا عندنا في الأردن ابتداءا البنت من معوها صح بس لو كانت زوجه طلقه لو هي مع زوجها يعني طليقها أجاي أقل يوقع ذا شو بعمل بتمشي فبتجدد من جهة بعض الوقات بشده بقول لا ما بدنا وحيانا بعمله الآن قبول هذا التفصيل معمول فيه في محاكمنا إذا رأينا أنه مناسب للواقع كيف يكون لأن القول لصلاحية عبارتها موجود والقول بعدم صلاحية عبارتها إيه انتبهنا لهذا المسأل ما شايفنا انتبهنا لها طيب مين أنتبه الشيعة الشيعة يعقل ببرك المسأل الله الله يفرق بي ذاك في أقضة المتعة لا مختلفة تفصيل المتعة سيجعني شيخي الله يرضى عليكم الآن نحن هذه السنة ما نكفر الشيعة صح؟ لا نكفر أحد من أهل القبلة لكن لا نعتبر خلاف ولا نعتبر خلاف لا نعتبر خلاف لا عبارة بها لا نعتبر الآن هم معلوم حيثيات أخرى يعني هم أباحوا نكاح المتعة نفسه نكاح المتعة بجدر يعني يعني المثاء والأيمن وقلوا ترتيبه لا في عد لا في كده يعني ويجوز لحظة يعني مختلف يعني مختلف يعني تماما يعني يعني هو الزنا بس بعبارة فرعية عندهم وينعقد المتاح للمرأة الحرة البالغ العاقلة برضاها وإن لم يعقد على هيوة ما معنى هذا الكلام؟ أن المرأة تصبح عبارتها لإيش؟ نكاح عند أبي حنيك بعدها وقال لا ينعقد إلا بولي الآن ولا يجوز للولي إجبار البتر البالغ على نكاح هيا نسأل المرأة الماضية التي نناقشناها هل المرأة تجبر على نكاح أو لا تجبر؟ في الشروط نحن قلنا المرأة لا تجبر على نكاح المرأة لا تجبر على نكاح وكأنه في المذاهب الأخرى قالوا بجبركة عندنا هكذا هذا مذهبنا مذهبنا هكذا أنه المرأة يعني لو عقد تستطيع أن تفسد العقد تفسد العقد طيب ولا يجوز إجبار البتر بالك الآن بس أشرح لكم أسألة سريعاً في وليه ما شيخنا نقسم الآن نحن الولاية ولاية إجبار ولاية استحبار ما شاهده ولاية إجبار ولاية إيه؟ استحبار ولاية إجبار ولاية استحبار ولاية إجبار ولاية إيه؟ ولاية إجبار ولاية استحبار ولاية إجبار ولاية إيه؟ استحبار ولاية إجبار الإجبار المشايخي هو تنتيذ القول على الغير رضي أو لم يرده الإجبار تنتيذ القول على الغير رضي أو لم يرده وهذا عندنا سببها الصغر والجنوب والرق ثلاثة ولاية الإجبار فالآن الصغير والصغيرة تكون ولاية عليهم إجبار الصغير المجنون ولاية إجبار فلعب حظنا طيب الآن في ولاية الإجبار وفي ولاية الاستحباب ولاية الإجبار للعنوان الولاية صح قلنا هنا ولاية الإجبار بعد عالف نقفيت ولاية إيش ولاية الإجبار الآن نقسم الكلام فيها إلى قسمين قسمين. لو تحب أن ترسموا. في ولاية الإجبار قسمنا قسمين. الأصل والفرع العاصب. الأصل والفرع العاصب. والفرع الثاني غير الأصل والفرع العاصب. هذا في ولاية الإجبار جعلنا قسمين. صح؟ الأصل والفرع العاصب الآن ما شاهدنا. الأصل والفرع العاصب. من هما؟ الأب والجد والابن 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 والابن. خلصنا العاصب الذكر. فمثلا الأب يجبر ابنته. ويجبر ابنه. بس أي ابن. اللي هو حتفقنا الإجبار. شو سببها؟ نتقلنا مباشرة. شو سببها؟ الصغر. جنوب. خلاص. إذن ما عادة هذه الأوصاف الثلاثة رحنا على ولاية مين؟ لاستحباب. الآن هؤلاء الثلاثة عندنا في تفريع عليهم. الأب إيش؟ أصف. فرعنا فرعين. الأصل والفرع العاصب. وغير الأصل والفرع العاصب. هاي فرعين. صح؟ الأصل والفرع العاصب الآن من هما الأب والجد والابن. الابن مع مين؟ مع أمه. أمه المجنونة. مين؟ همناها؟ يزوجها. همناها؟ إذا كانت أمه مجنونة. تتخيل كيف يعني مين؟ أو ما. ممكن يكون مع الأب إذا كان مجنون أو ما شرف. ممكن. طيب. مع الأم المجنونة. طيب. الآن خلينا على. حكينا. الأصل والفرع العاصب. نقسم قسمين هذا. هذا كمان. قسم نعمله إيش؟ قسمين. الي هو مين وحن نقسم? اللي هو الأصل والفرع العاصب. لع Singh قسمنا الأصل والفرع العاصب. والجهة الثانية منه إيش؟ غير الأصل والأبل. الأصل والفرع العاصب. قسمناه قسمين. إيش هما القسمين هذولا؟ معروف بحسن الاختيار. غير معروف بحسن الاختيار. عشان الدكتورة سمى يعني يزعلش المرة الماضية كانت شوي الآن هذا الحمد لله في ترتيبنا الفقهي منقول يعني هيك منطقنا في التفكير يعني في مذهبنا الدين مخلوق صحيح؟ ولا مش مخلوق الدين والعقل مخلوق وتلاهم لله فهم لإكمال بعضهم وبالتالي غير مهم العقل فهمنا وأن الشريع لإكمال نقص العقل وتلاهم لله وتلاهم مخلوق فلسنا ضد العقل يعني ما في عداوة ضد العقل وليس عداوة ضد الشكل وبالتالي آسف في طرحنا ومناقشتنا العقل تماما مستحضر موجود مش مهمة في تفكير وهذا من أسباب الكبرى يعني مذهبنا في نجاحه لأن العقل موجود ليش؟ كده 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 يشي منطق إذا بدنا نلغيه حكي ليش بتلغي العقل يسوفي ليش هنا ممنوع طيب نكمل كثرة نهاية ما شاهدنا الآن حكينا معروف بحسن الاختيار غير معروف بحسن الاختيار غير معروف بحسن الاختيار بين قسين اكتب مجانة مجانة وفسقا يعني كده مميزة غير معروف بحسن الاختيار كل واحد بدعيه وصله بليلة بيعتبر حاله أكثر الأكتيار صح؟ صح؟ فالمقياس المجانة والفسق مفهومة؟ مجانة وفسقا يعني استطاعنا الشهود يشهدوا أن الرجل عنده فسق ومجون وكذا وكذا ومثله لا يؤتمن على إبنك طبعا هذا كل كلامنا في مين؟ في صغير في صغيرة في مجنون في مجنونة هذا كلامنا كله في هؤلاء بس بس كلامنا في هؤلاء انت عرفت حكم مين؟ كلامنا فقط في هؤلاء صغير مصير فإذا كان لاحظة أب وفرع أصل وفرع عاصل ومعروف بحسن الاختيار والتقين صغير صغيرة وكذا الآن ما حكم زواجه صحيح ومنعقد ولازم اشتبوا تحتيها صحيح منعقد لازم صحيح منعقد إيش معناها صحيح منعقد لازم؟ إيش معناها صحيح منعقد لازم؟ تحت تحت تحتيها الأشياء هيا مكتوبة بتحبوا صفحة عندكم مكتوبة بالله صفحة 41 في الطبعة ها بس ما بعرفه في الطبعة الثانية يعني لازمها شوي مكتوبة يعني هي التقسيفة فنكمل ومثلجوها إن شاء الله الآن مثل هذا عارفون شو معناها؟ البنت عندما تبلغ والابن عندما يبلغ ليس له حق أن يفسخ الميتاني هاي معناها؟ فهناها؟ العابن والبنت عندما يبلغها ليس له حق أن يفسخ الميتاني هاي معنى صحيح؟ منعقد؟ وصحيح؟ صحيح؟ وايش؟ لازم. منعقب. ولازم. نعم. خلصنا. إذا كان الآن غير معروف بحسن الاختيار. إذا كان غير معروف بحسن الاختيار. الآن رتز معي. صحيح. منعقب. صحيح؟ منعقب. انظروا. لازم. صحيح. منعقب. لازم. بس في شرق. إن كان كفءاً ودفع مهر المكتب. قيدنا. إن كان كفء. ودفع مهر المكتب. يعني لاحظوا اللي شفنا هو أب. هو أب. وبسبب فسقه مجان تخذنا منه شوية. قل ما له ماشي. منمشيها إليك. بس بشرق. الزوج أو الزوجة يكون مهر المثل. وكفاءة. فقيدناه بالكفاءة ومهر المثل. قيدناه بايش؟ بالكفاءة ومهر المثل. شفتوها؟ شفتو معجملها؟ صار لازم. بس بشرط إن يكون زواجه لبنته أو لابنه إيش؟ لبنته. خليناه وقاء. كفاءة ومهر إيش؟ مثل. شفتو كيف؟ طب خلصنا من هاي نعبرها. في منها. الآن في ظلم يا دكتورة شما. إذا جاءت أوكي خلص. عشان نشوف إنه كيف تعرف في الشريعة هاي كيف يعني مش معترض بس أنا بتتكلم يعني أنا بدي كمال عقل منطقة كيف تتكلمت. عشان نشوف ما في ملال أحسن من الشريعة. خلصنا منها؟ عبرناها؟ الآن نقفز للفرق. كفاء؟ ومهر المثل. إذا الإبن بدي يكون يزوج. إذا ابن زوجه أنا بدي أفصل الكفير. إذا كان زوج ابنه الصغير بدي يكون ندفع لها بس مهر المثل مش أكثر كمان. يعني عفوها مش موضوعنا. الآن خلينا نطفر ونعبر للقسم الثاني اللي هو غير الآب غير الأصل والفرع العاصر. غير الأصل والفرع العاصر. يعني الأخ العم. الأم حتى. الأم تعقد عندنا صح؟ يعني إن لم يكن أصلاً وفرعاً عاصداً. إن لم يكن أصلاً وفرعاً إيش؟ إن لم يكن أصل. إن لم يكن أصل الأصل والفرع العاصر. هذا الأصل والفرع العاصر. ما زوجت وما شوفنا؟ نغتب إيش؟ منعقد؟ غير لازم. غير لازم. يعني زوجها أخوها. البنت زوجها أخوها. نقبل عقده. وكل شيء. فقط تبلغ إلى حق. تكمل أو تكره. وتداتي الإبن إذا كان زوج العم أو الأخ أو كذا. لأن هذا ما عنده أصفتين اللي نقشناه المرة الماضية. اللي هم كمال العقل وكمال الشفقة. الأخ عنده كمال عقل بس ما عنده كمال شفقة. الأم عنده كمال شفقة. بس ما عنده كمال عقل. كمال عقل هي الخبرة بالرجال. تهمناها؟ معرفة الرجال. ليس العقل الذكاء والغباء. لا نتكلم عن هذا. صح؟ معرفة الرجال أو كمال شفقة. الأب والأم تتوفر فيها. الأب ميز تتوفر فيه اثنين. عنده الخبرة الكافية. عنده الخبرة الكافية. في الرجال وعنده الشفقة. هو الجد. فمشناها إليه. صح؟ خلصنا من هذا. ما شايفنا. ما شي خافنا؟. طيب. الآن. كل هذا كنا نتكلم عن ولاية مين إنه وسمحته؟. إذا لحظته غير الأب والجد والابن. جعلناه يعقد. لا وجوباً يا الأخ نزوج. بس عقده غير لازم. غير لازم يعني. بستطيع عند البلوغ يتركه. صح؟ الآن نقفز. لمين؟ لولاية الاستحبار. ولاية الاستحبار. عندنا اثنين. يا إبن يا رجل يا إمرأة. صح؟ الرجل. الرجل ما شيخنا. يا. نعم. أدباً. يعني الوحدي يا دكتورة شما. بس يكون بالغة. 15 سنة هجري. 14 سنة و 17 شهر ميلادي. سوف تجل الله. هذه بالغة نعتبرها. هذه البالغة الآن ولاية والدها عليها ولاية أدب. ولاية أدب فقط. أدبياً. لاية استخبارها. والذات لو حضرت فيها العقد والدها يعتبر شاهد. وأنها خلص هي تعقد. يعني لو اجتمعت هي. ووالدها. وأخ مثلاً خلص والدها وأخها صار إيه؟ يفيد. فهمناها أه. ولاية بزا البلاد. الآن عندنا إذات الاستحبار. إما ذكر أو أنثى. الذكر يعقيد مطلقاً بلا شرط ولا قيد. فعلى ما بالك. لا أن يحكي له كفاءة. خلص بالك. ولا أن يحكي له ما. أراد أنك أزوج ممن يتزوج. نوريه ولا زبطيه ولا ملك. ما أعلى فيه. لأن المجتمع لا يعيد عليك. المجتمع ما بعيد. تجد ملك بتزوج إيه؟ مرأة تشتغل في مطام صح؟ كانت تسموها يعني مضيفة أو كانت تشتغل فيك. بعد شوية صارت إيه؟ صارت مريك. صح؟ النساء معادلة مختلفة عن الرجال. الرجال النهار. وبده وبده. المرأة لاحظة بصير ملك. لاحظة بصير. يعني معادلة حياته مختلفة عن معادلة الرجال يعني. قوانين ترتيب للمرأة مختلفة عن قوانين الرجال. مختلقة يعني. فالرجل لا يعاب بذلك. لا يعاب. وممكن يدفع. يعني هو كما يدفع. هو يعمل حاله غذود. ويدفع لها مليون دينار مهر. وهي عادة مهر مثلاً يتمين ألف دينار. فالرجل في هذا الموضوع لا نتكلم معه. مش لأنه احنا ما بنا نتكلم معه. لأن المجتمع نفس العرف. هذا موضوع مبني على العرف. المجتمع في هذا الأمر لا يعاب عليه. لا يعاب الرجل الشريف بالمرأة المسترز ولا يعني. بينما المرأة عادة. لأن المرأة بعقود عليها. معقود عليها. وبالتالي تحتاج من يكافئها. فإذا المرأة عقدت لها الحلحة كان يجوز قبل قليل المرأة تعقد لنفسها من جهة الأصل. التطبيق لنا يرجع للاستقرار. صح؟ من جهة الأصل. المرأة يجد أن تعقد. لكن بشرطي. لاحظوا ما يبقى لا يعقدي. ما يخالف. بس كمان ما تركها على حل شعرها يعقدي زينا بالدفع. فلا ماشي. أحضرين لنا زوج كفو. وحضرين لنا مهر مثل. طيب من وين جبت الزوج الكفو المهر مثل؟ نعم بالدرجة الأولى. هذي شرط اجتماعي. ما شيخنا يعني. يعني هاي مسألة بتنتبهوا لها. كبيرة جدا. جزء كبير من الفقه يرجع للعادة. هذه القوانين. هذا يرجع من عادات. من عادتنا. ما يقبلونه وما يربونه. نحن هذا الذي اعتاده الناس. هل هو مخالف الشرط؟ هل هو يمنح حقوق؟ هل هل هل؟ لا. خلص نعتبره. فبالتالي. الآن من ناحية اجتماعية. الناس. احنا لحظة من ناحية دينية. من حب الناس. من نقول يا عمي يا ناس. يا ناس. الله نازل قلت يا محمود. جدا. السلام وفاة. من نقول يا ناس. يا عمي. يا ناس لا تغالق المهر. يا ناس أكثر هن برطة أقل المهر. هذا من جهة الوعظ. بس من جهة القانون. هذا من جهة الوعظ. ما نفرق. من جهة الوعظ. ما نحض على ذات. نحض على ذات. بس من جهة العرف والواقع. لا نستطيع أن نحمل الرجل. نحمل الأسرة ما لا تفعل. لا نستطيع. نزع الناس عن عاداتهم. يكاد يستحيل. محال. هكذا يقول. نزع الناس عن عاداتهم. محال. خلص. اعتاده. اعتاد الناس. أن يطلب المهور. وأن يتباهب المهور. الأب. اجتماعيا صار. لو زوج ابنته بمهر قليل. يتهم بأنها فاعلة. يتهم بكذا. فأصبح يعاب. من أجل ذات. نحن دينيا. في الوعظ نرغبهم. يا عمي هذا خطأ. ما تعملوا شيء. ما كده. بس في نفس الوقت. ما نقولهم الحكم الشرعي. القضاء. يجوز لها أن تزوج نفسها أي وقت. ونقول لهم. ونقول لهم. من ناحية الوعظ. أنه. أعلاكم درجة. وأحسنكم. أفضلكمين. أبقاكم. بس من جهة الواقع التطبيعي. ما نترك العرف في الناس. لأنه هو صار قانون هو نظامه. ما. نجعل المرأة حق. إنها تتزوج. عامل. مثلا. 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 كالناس. وهي. مثلا. طبيبة. أو أهل. أبوها طبيب. أو أبوها تاجر. أو أبوها من أسرة. كذا. كذا. نمنع من ذلك. نقول هذا. هذا. يلحق. يلحق. التعيير. لاحظوا. شو الضابط عندنا. سواء في المهر. أو سواء في التفاءة. مدرها على تلمي وحدة. التعيير. هل مثله. يلحقه به التعيير. أو لا يلحق به الطائر. إن كان يلحق التعيير بأهلها. بوالدها. بكذا. نقول. لا حق لك في المهر. بل التفاءة مدرها على تلمي وحدة. التعيير. وتذات المهر من. الآن إذا الأبو الإبن نعذره. مش حنا قبل قليل دلنا دينية. نحض على ذلك. الأبو الإبن تراضوا على أن تتزوج كالناس. وهم مرغبين. نقول. ملأنا أرسول الله. نتزوجي. ما منمنع من ذلك. بس لا يجوز للأب أن ينفرد ويزوج ابنته لغير الكفو. ولا يجوز للبنت أن تنفرد وتزوج نفسها من غير الكفو. وكذا كان المهر. يعني لو هم توافقوا مع بعض المهم على هذا المهر كان بها. بس طالما أنه حق أمر تعلق به حق اثنين. بدنا يتوفر شرطه. شو شرطه؟ مهر المثل وإيش؟ والتفاء. لاحظتم الفكرة ما هي؟ إذا لا نمنع من توافقهم على ذلك. بس نمنع من انفراد واحد منهم طالما أن الأمر يلحق به التعيير. يلحق به ايش؟ التعيير. فإذا المرأة زوجت نفسها من غير الكفو. أو ساعدوني. من غير مهر. من أقل من مهر المثل. نقول للزوج. نقول للزوج. إما أن تكمل مهر المثل. أو تكمل. هذا ابتداء كان. ثم الفطوة تغير. وصارت أن العقد لا ينعقد. إن لم يكن كفءا ولا مهر. لماذا؟ لأن امرأة وإذا الفتاة قلنا أنا زوج نفسك. والأولياء لهم حق. الفسخ. والمحاكم طويل والقاضي يذهب له ويأتوا. ستمر سنوات. ويحصل حمل أولاد. لسا القاضي مبثت فيها. تهمينها؟ فصارت الفتوى على عدم العقد. الأصل كان الفتوى على أن العقد المرأة ينعقد. وكم تساعدوني؟ وللأولياء الفسخ. صح؟ ثم الفتوى صارت على عدم الانعقاب. وبعد قليل سنناقش موضوع الكفاءة. موضوع الكفاءة. هذا المنطق. مين عنده عليه اعتراض؟ يلا. احتي يا شيف. بعد شوين نناقش. الآن على قضية الفتوى. إذا المرأة لها أن تزوج. بس فيه موازين. موازين. يعني أثناء ما نشرع ما منترك العرف. ديروا بالكم. ما منقدر نتركه. ما منقدر نتركه. هذا خطأ. طالما أن العرف لا يخالف الشرع. فالعرف الذي لا يخالفه نعتبره شرع. ونتعامل معه. انتبهتم لها؟ فننظر من مقياس. وترى حتى من ناحية ما شيفنا. بس هاي يعني اجتماعية. الآن الرجل إجمالاً ما بفتخر في زوجته. ممكن تلاحظوها هاي. بس المرأة بتفتخر في زوجته. الصالحة. المرأة. حتى يعني أصبح عند العرب المرأة الشريفة لا ترضى أن تكون مستفرشة للرجل المسترجم. ما بترضى. لأن المرأة بتقدم نفسها. فلابد لمن تقدم له نفسه أن يكون هي في ظنها أعلى رتبة وأحسن وأفضل. فلذلك يعني هذه حتى من ناحية فطرية عند المرأة موجودة. هذا الأمر. اثنين الأمر هي تريد أن تطيع. كيف تريد منها أن تطيع من هو أدنى منها؟ من يكون أدنى منها رتبة. كيف تطيعه؟ والنجاح في الحياة. هذا التكلمنا فيه مثل القادمة. النجاح في الحياة ترى مبني على الطاعة ما شايفنا. ما تفكروا بدون طاعة في نجاح. في فلاح ما. المرأة مهما كان ذاتية. إذا ما في طاعة مع الزوج. الحياة هذا بيثي إيه؟ ناشلة. القبل مع الأب تسمي. الحياة ما ضرع الطاعة. فتبدوا للطاعة من الأعلى لمن هو إيه؟ أدنى. لذلك حتى في الدراسات في غير. بنصحوا. بنصحوا إنه الزوج يكون كده وكده يعني رفعتان يكون أكبر منها سنان يعني عشان يصير في إيه؟ أدنى مع احترام له. طرى لأي ما هي صار آسف يعني صار شوية في خلال الموازين. ما عاد ضوابط. ما عاد عندنا عرف مجتمعنا متوارة من خلاله. نحكم المجتمعه بالتالي رأينا مشاكل. ليش هدولة يعني خلال يعني سنتين أوائل طلاق. عامة العقود هو خلال أول سنتين أو قبل هذا. ترى رجعت جزء كبير من الطاعة يعني. هي مش قادر تصور إنه هذا زوج. ويحتاج إلى تعامل أدب معين وترتيب معين. تتعامل معا مثل أخوها الزوج. والنتيج يقول إلى إيش. ما في تصور ما في تصور للرجل والمرأة. ما في تصور البيت للأسرة كيف نتعامل في خلال فيه في هذا المنظر. وبالتالي إيش يقول إلى للطلاق. فالموضوع بحاجة إلى إعادة إيش نظر. على كل حال. هاي ينتهينا منها الفكرة. اللي عنده عليها سؤال يسأل. خلصنا منها. أنا الآن تقرأ العبارات قرأ لأني حكيتها. وإن استأدنها. طبش الآن الفتاة. أي فتاة هذه. اللي هي بالغة. اللي هي البالغة. البالغة. طبعا هذا موضوع عرفي. له أصبح السكوته. أصبح السكوت. السكوت. مش سكتت. اعتبرنا سكوتها طلبهم. تم العرف له حكم. يمكن الآن. مجتمعا أنا لا يعني ما عندي تجربة كثيرة في هذا. ممكن الآن نجد هذا صار أبعث. يعني البنت تصرح. قديما المرأة الثيب لأنها خالطة الرجال لم تعد تستحي من هذا. وترى يعني هذا احنا عنصر مهم عندنا جدا. إنه الفتاة تبقى الحياة عندنا راسح وموجود. لأنه مشايخنا. يعني هذا مهم جدا. مهم جدا. لأنفسنا ولغيرنا. قوام الحياة على الأدب. يعني نحن بدون التأدب مع بعضنا. ما في عيش كريم. ما في عيش صحيح. ونحن آسف في مجتمعاتنا الأردنية أو مجتمعات العربية ما عارب. عنصر الأدب ضعيف صار. لذلك نحن منعيش ايه؟ في عذاب يعني لذلك الفتاة يعني ليس جيد أن نخرجها من حيائها. لأنه هو السياج الذي يحميها. انتوا نقول بنات عندما يعني الآن ترك الحياء كيف صار سلوك ومتصرفين؟ المرأة تشعر يعني عاقلة إذا كان عندها حياة. إذا فقطت الحياة أصبحت مجنونة تماما في سلوك ففي تصرفها. في لبسة. في كلامها. في وقحتها. فأقصد يعني ما أبدا أن نبسط أنه والله قل الحياة. لا مش مش كويس قل الحياة. الحياة إيش مطلوب إيش مهم جدا. هذا بحافظ على المرأة بصونها. بحافظ على الفتاة. وبالتالي المرأة كلما خرجت من دائرة الحياة هذه. دائرة الحياة هذه. كلما صارت معرضة للضياع تماما. وللسقوط. وهذا ما نراها هذه الأيام. إذن كان يتعلم أنه مجدد جرد. أعلم أن أنا أفكر بكل أفكر في صعب. يفكر في صعب. أفكر في صعب. أفكر في صعب. الجرد في صعب. لا أداء. لا يوجد أداء. ولا تشكر. لو يكون مجدد جرد. نسخة نرى المساق. السعب أن ناسي براء. فهي بلاع أباء ولا أمنا يجريهم بارهم على الأمان ويكالي ضياع الأسرة وضياع من وراء الأب من وراء الأم والأطفل عنهم من الله الضالين ويكالي يقول ضلء أمنا بلاع صحيح ويكالي تأميننا قطع ويكالي تأميننا بردقية ويكالي تأمين ويكالي تأمين تأمين الأمان ويكالي تأمين Because I have mattered أن الله أت 아이� cu protects كما كانت كانت الهداء مجز喜欢 إنها مجموعة إنها مجموعة إنها رائعات أيها الشيخ أنها خيارة ربو للمجتمع ومعنا من أجل ستقر فيها ما هي أمهاتنا 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 لكن أنا الحمد لله ومحب لله من الناس لدي أمهات اببتك ويجب أن يكون جمعي الإسرام على رات الصالح هذا مشتاب هذا مشتاب هذا مشتاب يعني احبك يبنك جبسك عنه كان يترد يليك انا ما اعرف ان يترد الآن لا لا سيدي الكلام الصدلتي في في موضوع فقدان انا يعني بوافق على الكلام هذا انا بوافق لانه احنا يعني نعيش مأساة كبير جدا جبسة نتكلمها اللي فقدان الادب فقدان التربية فقدان التربية طبعا هي التربية هذا موضوع عند الشيخ معاذ مش اندي نفسها تنتقلونا صدقا احنا بنعاني من هذا انه يعني موضوع انه المجتمع ابتعد عن جانب التربة والتربية تبدأ بالنفس التربية بالنفس هذا الموضوع اهمل عند الشرعيين فمن بابي اولى عند غيرهم صار مش موجود اصلا وبالتالي غلبت علينا الجانب المادي الحكم الحياة وصار اثار من شرق وغرب هي التي تسود وتجول في المجتمع وصار متما تفضلت الشيخ الان اظن في البيوت واضح جدا وهي الكل الان بحكيها انه الاب والام الاب والام ما عاد يقوموا بمسئوليتهم الا بالشيء القليل يعني بالوظيفة خاصة انه الاب صار نظروف النظرة مادية للشقة والسيارة والوضع ولازم المرأة تعمل يعني من اجل هذا وبالتالي يروا انه مادي مظهري يعني وهذا انعكس يعني صار العونة انا باش كنت اتكلم انه البعض يعني يشوف انه الفتاة قديما كانت تستحي هذا الحواء ما بدنا اننا نقول ايشي قديم وما له قيمة الحياء هوا هو وعاء الفتاة وانتوا الوحدة انظر للفتيات تتعاملكم مع غيركم يعني لو كان عندها حياء تجد ما في مشاكل بسبب فقدان الحياء الان نحن منعان من ايش تعالي شخص تتعامل معاه اذا وقح ومش محترم يعني وما بتأدب وما بطية ما في امل ما في امل ما في خير الحياة ترى آسف في هذه الكلمة المشاكلة يعني الحياة مش مبناها على الذكاء وعلى الدهاء وعلى هذا على العكس عادة للذكاء يوصل صاحبه في الدنيا الى الفشو في الاخير الى جهنم الزكاء لا مش مبنى على هذا على الطاعة والأدب الموضوعة مش موضوعا جهي فنحن البعض منا شطارة وكذا وانا عمت لا يا عم الامر يعني مقياسه فانا تتكلم قديما يعني الفتاة كانت تسلح ونريد هذا الحيء ان يرجع ونريد ان نتمسك به فكانت خلاص وهي بالغ الان نتكلم جاءت فلان وانا حرف نحقي هذا الامر حرفنا قبل قليل من حقيها صح فسك سكوتها كان يدل على ربا وهذا بالحديث سمات اذنها سمات اذنها سمات